تواصل الصوامع بمحافظة الوادي الجديد ومنطقة شرق العوينات استلام محصول القمح من المزارعين والجمعيات الزراعية والشركات الاستثمارية كانت محافظة الوادي الجديد قد نجحت هذا الموسم في زراعة 342 ألف فدان قمح ومن المستهدف أن يتم استلام ما يقرب من 800 ألف طن من محصول القمح لهذا الموسم أولاً كل سنة طيبين وأنا ببشر مصر كلها وأن محافظة الوادي الجديد كما كانت في الماضي سلة الغلال لمصر إن شاء الله هي رجعة وبقوة شديدة جداً وفق حصيات القضاء الزراعي السندي إن شاء الله المرجح أنها يكون في أكثر من 80 ألف طن موردين بإذن الله تعالى نحن بدأنا بكل قوة في استقبال الأقماح واستعدادات قصوى في الصوامع بالمحافظة صوامعة الخارجة الوادي الجديد ساعة 45 ألف طن حرقة أقماح 200 طن في الساعة نستقبل طبعاً الأقماح المحلية في الموسم في الصوامعة من خلال اللجان اللاجنة الخاصة بوزارة التموين ومن خلال نحن كجاة مسوقة باستقبال الأقماح من الموردين سواء كانوا فلاحين أو جمعيات تعاونية زراعية أو شركات